تلغى معدل والتضخم لأسعار المستهلكين في سلطنة عمان خلال شهر يناير نحو 1.89% وفق ما أظهرته بيانات المسح الشهري لأسعار المواد الاستهلاكية وأظهرت البيانات ارتفاع أسعار المجموعات الرئيسية السلعية كمجموعة المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية ومجموعة الصحة وغيرها وقد شهدت محافظة البريمي أعلى معدل للتضخم بنسبة 2.91% تليها محافظة الداخلية بنسبة 2.13% وسجلت محافظة الضفار ومحافظتي شمال وجنوب الشرقية أدنى معدل للتضخم بنسبة 1.83% و1.36% على التوالي